السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الأحرار في المغرب الإسلامي وحي الله الأحرار في كل العالم العربي الإسلامي وحي الله الأحرار في كل العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم موضوع حساس جدا بعد أن يشوف المشكل هذا كل الناس يشكوا من هذه المشكلة وكل الناس عندهم علم بهذه المشكلة لكن المشكلة بشكل تحل يجب أن يعمل جماعي جماعي من كل النواح البرح تصل فيها أخ أبوه وقعت لي مساج قال يتكلم على هذه المشكلة المشكلة هو الحوادث في الجزائر حوادث السيارات وقال لي أن هناك مشكلة في واد يسوف طريقة اسمه الحمرية على الماضي واد الحمراية طريق واد الحمراية ورسلي فيديو كوارث من الحوادث التي حصلت لكن يا أخي العزيز أنا متفهم الوضع وحاسس بك وحاسس بالمشكلة التي أنت فيها لكن لازم تعرف حاجة أن هذا المشكلة ليس فقط في واد الحمرية ليس فقط هذه طامة كبر الشعب المسؤول الأول الثاني الضارك والشرطة مشكلهم البعض والثالث الحكومة صفة عام الشركات الشركات التي تبني الطرق يعطوا له مثلا على سبيل المثال ستين مليار في شارع هو يخدمها بعشرين مليار هو يدى ربعين مليار الأرضية على الطريق هذه ما يخدمهاش كما ينبغي ما يتقيش الله ينهب ينهب بنا فيلا بنا سيارات أما نحيت أولاده هو ظنه هكذا هو ظنه أنه يدر هذا الشيء لكن أنا نوجه لك رسالة ونقول لك بينك و بينظاميك والله عز وجل هو اللي يحسب الناس أنا لو الحكومة نحسبك عليها لأن الحكومة مسؤولة بدرجة أولى لأنها ما عندهاش رقابة ما تراقبش هذه الأمور وإذا رقبت من بعيد لبعيد بركة كل واحد يضبر رأسه هم ينهبوا والآخر ينهب والآخر ينهب وحتى بعض المراقبين اللي يروح يراقب يدي التفافيدو يا الرشوة هو يروح يروح ما على بلوش جاع أديت الرشوة هو روحت صح بس حد طريقة هذك أي إنسان يموت فيه بسبب هذك الطريقة راحت لحقك الروح راك مسؤول على رواح الناس صح أنت بنيت فيلا وبنيت وديت سيارة بس حقا سمان بالله أي إنسان يموت في ذلك الطريق بسبب الطريق أنت المسؤول الأول أمام الله لأن أنت قاعد في دارك وتلحقك لعنة الأرواح دماء الناس راك تلحق فيه دم الناس كأنك تاجر حرب تاجر حرب تقوّت ولادك من دماء الجزائريين ومن دماء الأطفال ومن دماء الناس اللي موتوا ثم أنت المسؤول أمام الله قاعد في دارك وتدف الأرواح وكتروا عند رب يتحسب عليهم لكن أنت من يتحسب في الدنيا النظام هذا الحكوم هذا لازم تدير إجراءات قوية جدا أمور مثل هذه وصلنا أحيانا لأربعين ألف قتيل في السنة أربعين ألف قتيل والله حروب ما حصتتش أربعين ألف قتيل حروب دول فيها حروب ما ماتش فيها أربعين ألف العام أنتم أربعين ألف فقط في الحوادث ستكون المسؤول الحكومة بدرجة الأولى لأنها لا تدير رقابة وإذا تدير رقابة عارفة بالله هذا المراقب مرتشي فاسد خامج معفن وطلق خلي دير على يدبر راسه قال له يدبره في الخبز هذا ليس خبز تأكل في أرواح الناس تأكل في دماء الجزائريين وخاصة العائلات وخاصة في المناتق الصحراوية سخانة قاوية بزاف لأنه ليس مخدوم بطريقة مئة بالمئة لازم لها مطرية سبيسيال لكي لا تدرب لا يدير رقابة فالمسؤول الأول هي الحكومة لأنها هي المسؤولة على كل شي هي المسؤولة على ذلك الشي هي المسؤولة على تراقب الخدمة كيف هي جديرة وتراقبها بما يرضي الله دزبرك دزبرك الراكب والمركب كيف دزبرك المسؤول الثاني بالدرجة الأولى هو السائق عندنا الشباب بتاعنا ما شاء الله قال لك زعمة يعني كونكو في في مرضى وشواء أنا نعرف نسوك دزبرك مغمض عينيه ومداد لقاسات ومعلباليش وأحيان يكون سكران وأحيان متعطي المخدرات ويمشي مئة وستين ومئة وسبعين كيلومتر في الساعة بطو موبيل أصلا مئة كيلومتر في الساعة لا تمشيش لا تمشيش مئة كيلومتر لأما أصلا ممنوعة تمشي في الطريق ندار مئة وستين كيلومتر وحط موسيقى ويجري أنا أقول لك من بلستي هذه المعفن يا رخيص يا قاتل أرواح أنت تموت الله لا يردك الله لا يردك أسي موت حب تموت تموت الله لا يردك بس صح الناس اللي راه هم ركبين معك الثم في الطريق كاين عيلات عيلات ولاد صغار وبنات ونساء ورجال ناس راح تقضي شغالاتها وناس راح زيارة وناس راح مع لبلش مرضى راح يسبيطار وناس خدامين ماشيين وواحد مع لبلوش ماشي هذا كبرك تروح تقتلوه قاتل نفس أول ما تركب في هذه السيارة وانت عارف هذه السيارة ماشي مليحة فيها دي فوات وتنوذ المفتاح وانت دي الارك متعمد القتل كل الناس تسأل الله عز وجل حسنا الخاتمة انت الخاتمة تاعك قتلت نفسك وقتلت ناس معك راح عند ربي ما تدير واحد فرقب تكون رايح وراك رايح بها ما تخافش رب يدرك ما تحشمش طبعا بلنكسر أخسر عليها ماكش قادر تخسر عليها خليها قوي ما تقتلش الناس خليه حتى ينوب ربي حتى ينوب ربي ورا خدمه من بعد سوق الطموبيلس دي ماشي مشكل بصح ما تعمتش قتل الناس انا نرجو من الله عز وجل الحكومات يدركوا مطريد هادو الناس اللي حبوا يديروا لهم مطريد في الصحراء ديروا هلم ربعمية كيلو سبيسيال تحم هما برك يكون في الأخير فيه في الأخير هي كان حيط الأخير قاعد تطريق ديروا لهم حيط خليه يدير لها فيتاس ويدخل في الحيط دب الرأسه هو حبي يموت شا ندير له أنا شا ندير له أنا شا حبيتني ندير له هو حبي يقتره وشا ندير له بس صح يا بنادم ما تقتلش الناس معاك رايح داخل فيه طريق فيها عائلات فيها ناس فيها ناس مرضى رايح يسبطارات فيها ناس رايحين يزيارة فيها ناس خدامين رايح نوزايين يعني رايح داخل فيه وسط الناس وتقتل رايح قتل عمدي رايحوا مدي الارواح في رقبتك المسئولية الثالثة للطيح على الجدارمية والشرط وللأسف الشديد والحمد لله أنا مش الكل لكن الأسف الشديد فيهم ناس كثير يدير رشو فهو شايف بالله راه خالط وشايف بالله طوامبيل ما تصلح لوش باش تمشي في هذه الطريق مية وستين كيلو متر بس حش يتسامح معي قوله فوتبرك عائلت عشرين الف ولا خمسين الف ولا عطاله مئة الف فوتبرك يغمض عينيه اكدت مئة الف بس صح اي حاجة يديرها هاتك انسان فطريق رايح مديمعها الروح رايح تشرك في هذه الروح يموت هو رايح انت قتلت و بس انت سمحت له يرح يموت وكي قتل للناس انت راك سمحت باش يقتل للناس انت المسؤول الاكبر لاش لانك شايفها بعينك وسمح بهذاك الشي ضارك او شرطي ما يهمش انت سمح بهذاك الشي انت المسؤول على رأس المسؤولية من فوق لانها مسؤوليتك تمنع اذيك الجريمة خدمتك وواجبك والقسم اللي قسمته امام الله انك تمنع اذيك الجريمة لكن انت سمحت بها اعطاك عشرين الف والخمسين الف والله مئة الف والله حتى مليون اعطاك في يدك واسكت الطماء بالفاصل وخليت ودخل الطريق ماشي مية وستين كلمتر وقلت له اروح مزيش تعاوض برك لم كيش اروح برك الامور هذي ما فيهاش تهول ما فيهاش تسامع تقول له اروح برك يسلف لك دراء تسلف لو دراء ومبعد يقول لك ما قدرش تقول له الله يسهل روح برك اذا كنت احرر فيه جل الدراء تقضي درانجيك وخرج تقول له اروح اخطيني برك هذيك مشكلتك الخاصة اماك تولي فيه قتل الارواح الناس ومسؤولية عظمة تسأل عليها يوم القيامة تسأل عليها امام الله عز وجل فانت المسؤول بالدرجة الاولى على هذك الفساد لانك تسبح بهذاك الشيء هذا الامور ما فيهاش رحمه لان هذا الامر اذا تسامحت معه اولا هو وقت الانسان انت مشارك في الجريمة فالرحمة في هذا الامر انك توقفه تقول له ما كانش تكملش في هذا الطمابيل اذا كنت فاسده واذا هو كان مدارش تدر له بروسي ما فيهاش رحمة الامر هذه تدير الرحمة في هذه تقول لي فساد مفسدة ما هي شرحنا تقول لي مفسدة راك تقتل في الناس خافوا ربي في هذه البلاد وخافوا ربي في هذا الشعب سواء ان كنت ضارك سواء ان كنت شطري مهمني خاف ربي في الناس خاف ربي خدم خدمت قد قد ما عرفتوش تصل حاجة اخرى بصحت طريقة راح فيديكم خافوا الله في الشباب اللي يموت والولاد عائلات عاجبك الحال كي تروحوا وانك سجدهم وانك تبدا تكسر عليهم في الحديد وجبدهم طلاف طلافهم قطعين عاجبك الحال وتكون انت المسؤول امام الله انت المسؤول كيف يكون احساسك في هذه الدرجة كنت تشوف الناس في هذه اللحظة وانت تكسر تقطع في الحديد وتجيب دفيهم طلاف تاع الحم انت المسؤول امام الله انت المسؤول امام الله اذا يتنحلوا البرمين حيلوا ما يسحقش يدرب ما يحتاجوش يدخل الطريق لان الطريق هذي مش رزقه هو بوحده ولا رزقك انت بوحدك ما يهمني ايش ان اول دمنه وشكون هو المهم انت تخدم خدمتك لانك انت المسؤول المسؤولية الثالثة والله الرابعة والله الخامسة رأينا كل مسؤولين القاراج اللي روح يدر فيه الصيانة على الطمابيل وشوف بللي البيس ناقص وفيستو ممكن حتى الفرانات ما مش ملاح وممكن حتى مرقعينها ترقاع ممكن حتى البيس موش ساعدك الطمابيل بس هو يركبه وبرك يقول له روح برك ما عليش ما كانش ما عليش قاسة ما من بالله اي حاجة تصرنت المسؤول عليها كذلك امام الله انت المسؤول قاراج تخدم طمابيلات وعارف بللي هذك البيس موش ساحة ومرقعه ممكن ممكن يعني يتفك في اي لحظة ممكن تفست في اي لحظة وعارف بللي هذك الانسان يدخل بيها لوت وروت ويدر بيها السرعة اراك مسؤول امام الله ما يهمش حل خلصك ما يهمش اراك قاعد في دارك تأكل في الخبز مع ولادك الخبز تع الدم ولا رواح تلحك فيك تروا عند ربي تتحاسب على حويش اصلا انت مادر تهمش بس رح مسؤول عليهم من بعيد او من قريب ما يهمش انت مسؤول عليهم مسؤوليتك قاعد في دارك تتدي في الارواح كما تحاول على الارواح الناس تخدم خدمة نورمال لا يمكنك بيها سيقولوا ارواح تخدم تنشيش طموبي تسنيلوش لا يمكنك يخلي طموبي حتى تكون كينة البياسة ما يهمش ما يحاولنيش انا في الامور هذي الله يبقي يلحص طراب قدامي ما نعطيه لهش تصرح والشعب كيتعرفه قاراج يتساهل في هذ الامور و يدرشوه قد يدر تصريحات على الطموبيلات روحوا و حاصروه لانها رواحكم انتم اشكوا به اشكوا به هذا ما فيه او بياع ومش بياع تروح تشكي به توقف جريمة توقف فيه جريمة جريمة قتل روحوا و حاصروه تعرفوا شاب يوم بوست الحي لا تعرفوا أشكوا يوصح طموبيل و يدر في الوارث بعد ينسوا يوصحو به هاد الربع أصحابه يروحوا اتضره معاه اقول له لا تقصروا له كي ماهك كي يكمي لكسره له طموبيل ما نحق ما تكسروا له و خلي روح يشكي لانه موش مسؤول على نفسه كيتركب الطموبيل ماركش مسؤول على نفسك ما ركش مسؤول فقط على الفولون تحت انتاء رك مسؤول على الناس قدامك ووللي وراك ولي لأجنبك ولي لأجنبك مننا رك مسؤول عليهم أمام الله وأمام القانون وأمام الشعب كي تقول إنسان كيما هكما تخلوه شي صوق كسروا له طموبي يزيد يعود زيدوا كسروا هالو خلو حتي يتربى كي يتربى يعود يعرف يصوق مليح ويعرف معنى مسؤولية السياقة تم قلوله صوق كورث تعدل الحواث في الجزير وكل مسؤولين عليها قاس لمن بالله الكل أنا شفتهم شفتهم بعيني شفتهم بعيني ثم مش محتاج واحد يقول لي ماني جاي من المريخ كل مسؤولين عليها من السائق حتى للرئاسة حتى الأصحاب الشركات حتى الضارك والشرطة ينحولوا البرمي روح يجيبوا بالرشوة هذك اللي قاعد ثم يمت بالرشوة يرجع له البرمي غير بالمعريفة عارف وش رك تديره لما كش عارف رك تشارك في قتل الناس مدام المطار والله جا دارمي نحلو البرمي هو عارف علش نحلو عارف علش نحلو ما نحلوش هكذا من هذا فقط هذا غير هو دار فيه مكره حتى لو نفرضوا مكره فيه واحد معليش هذا كله مكره فيه يصبر علش بش متصراش كورث خراب لأنك يتروح تجيبوا الرشوة أي إنسان آخر دار صح غلطة في الطريق يقدر يروح يجيبوا ثاني رشوة تقول لي تجيبوا الرشوة لأنك مظلوم بسرح كذلك الظالم رح جاب كذلك البرمي رشوة أصبر نحالك شهرين تلت شهر ربع شهر خمس شهر معليش حيات الإنسان هذك ليس خمس شهر ومش ست شهر ومش عام حيات الإنسان أغلى من الخمس شهر اللي تسنها حيات هذك الطفل اللي عدمتوه عائلة كاملة تعدم والله هي أغلى من خمس شهر ومن خمس سنين ومن عشر سنين اللي تسنها منتو معلش تعلموا تصبروا الطريقة اللي تمشي في خمس سوايع كي تمشي في سبع سوايع ومن شرحة تخلى الدنيا مش رحة تخلى الدنيا كي تجيب ساعتين معلش حتى لوزت السوايع حتى سيدة ربع سوايع واللي تمشيته في ثم سوايع ونرح المشكل توصل في ثم سوايع أخير ما لا ما توصلش أصلا والناس اللي مقابلك ما يوصلوش أصلا كوارث عائلات عدمتوها تعدمت أبسط الأمور معلش حال من شهر فاتت زوج أولاد زوج خاوة ماتوا فيه أونكسيد هذا حالة الأم والأب كيفاش يكونوا أقربوها السمانة اللي فاتوا معلش يعني 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 يجزاكتم وكتاش يراحوا زوروا ودن في الحبس جاءوا خارجين مات العيها كاملة هذا الإنسان اللي متسبب في هذا الكارثة تلاقيه واحد حمارة ركب طمبيل معفنة مش عار في صوق والله سكران ودخل فيهم قتل عائلة كاملة وولدهم في الحبس ضمار شامل ضمار شامل في وسط المجتمع الجزائري كنا مسؤولون على هذا الجريمة الكل رانا مسؤولين الكل رانا مسؤولين الطرق الجزائرية لازم لها هيكلة من جديد لازم لها تنظيم من جديد والله يا أخوتي أنا مشيت في هذا الطرق أنا في الجزار ما نحبش نصوق ما نصوقش ما نكذبش عليك ما نحبش نصوق أصلا لأن كل طرق العالم في العالم كامل عندك الطمب يلتعك تعس اللي قدامك تعس صوراك وتعس اللي ترافيزر من ومن إلا في الجزار إلا في الجزار تعس من ومن قدامك ومن لور وتعس قداء تحتك بلاك حفرة وتعس فوق بلاك يصوط عليك واحد آخر الطوابين من هي من الجهل من هي يضرب ويطلع لعندك كارثة يا علش السرعة يا علش يحب يوصل بكري لك ما وصلتش نهائيا لا وصلت انت ولا خليت الناس يوصلوا لا تخافوش ربي الدارك والشرطة لا تسمحوا لوجه إنسان يكون مدير السرعة القانون 120 كيلومتر خلاص صايا 120 كيلومتر يمشي 120 كيلومتر كم منه كم منه لا تهمني أنا في ألمانيا يمشي أمريكا يمشي أمريكا في ألمانيا لو طورت لم يكن كما تعكنتها الطريق لم يكن كما تعكنتها وكنت في طريق الموت لم يكن طورت هذه الطرق الموت ألمانيا يمشي 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر الطريق صحيحة هو الطريق صحيحة وكي يصوب هو ما يقش شارب وسكران ومدير موسيقى ويهضر مع أصحابه كي يزيد في سرعة حاكم الطريق يعس حاكم أمريكا حتى هذه الطريق لديهم موسيقى ويهضر معه أعرفون يصوت يخلوه ليس يبقى ويهضروا معه ويشفدوا له في الحكايات يتع البارح وتعوي البارح هو قاعد يصوب وقاعد يقصروا معه ويضحكوا ويحاجوا هو يضحك وماشي 160 كيلومتر في الساعة هذا يهضر ولا يضحك ولا يصوك عقل الإنسان محدود إلى دراجة معينة محدود لازم له كونسنتراتيون في حاجة كما هكذاك الشيفوركي قاعد يسوق خليه متحضرش معاه كيفو تفوق السبعين ثمانين ما تدرلوش ديرانج وما متحضرش معاه متشغلوش متشغلوش الفكر تاعه وبحويش خور راي فيت توقجيح فيروحك تعشو داخلين في حيك هو ميت وانت ميت وتزدت تدي معك رواح انت المسؤول امام الله ماوجو واحد اخر لي مسؤول انت هو المسؤول امام الله لان السبب انتعك انت جادارمي كي تسمح لهادك ب 20.00 و 50.00 و باشي فوت اعرف بلي رك مسؤول على رواح الناس اي حاجة تصير انتالي تدير رواح في رقبتك القراج اللي يدير صيانة على الطو موبيل وعارف بلي البياس مو استحى وعارف بلي رها ماشي مليحة بزيف وعارف بلي رها ها ها وحتى يقول لك هاي الديباني يعلم بلي شوش الديباني مايش تعديباني هذي مايش تعديباني بس كراك بعته للموت ولما متش هو يقتل الناس راك مسؤول امام الله على جريمة قكل اللي يخدم الطريق ويروح يخدمها فاسدة ما تكملش الست شهر ولا العام وتقول لي مهرية في كل بلاس بس كوا طمع فيه عشرة ملاير ولا عشرين مليار مايهمش حال الناس اللي يموتوا في ذلك الطريق بسبب الطريق راك انتال مسؤول مسؤولية كاملة امام الله على قتل الارواح الحكومة كما يشمدارها رقابة على هذك شي ورقابة نافدة فعلا لانها ارواح ناس مسؤولين امام الله تقتله في الشعب حتى الشعب الأب والأم تشوفوا ودهم عندهم طمابيل وعارفين بأن الطمابيل مهرية وطمابيل مايش قادرة تمشي وش يزعمها قدام الناس مانيش عاروش انه قدام الناس كما يكسب طمابيل راح ينقص من النص راح يموت ميموت اصلا ميموت انا رحت الجزيرة وما عندي طمابيل تمام مادرتش في طمابيل ومنسك طمابيل فقط نظام الناس وطمابي بحث ومعني اتخاذ الناس وش تقرأ في الناس ولكن هنالك بحث ان لا شكنا اذهب لي بحث ان أفهم انا بالحث ان ان اتخاذ لماذا كلنا أكثر هذه تقياسه بحث ان بحث ان تأخذ او السوق معه في الطموبيل زيد بارك زيد لا فيتس لا تعرفش السوق زيد بارك يودي خددين روحه او انفه لا روح لهوه ولا اللي قاعد يسوق ولا الناس اللي يقابلين منها عشان قاتل روحه وقاتل الشيفر وقاتل الناس اخرين معه اراح عند ربي هز معه عشر رواح خمس رواح ربع رواح ترقبتهم علقهم وراح عند ربي حسن الخاتمة دي ماش حسن الخاتمة كل تحبو تدخلوا الجنة بسح الجنة ماش سهلة الجنة راه مسؤولية في الدنيا مسؤولية وحدود ما تتجوزهاش كلنا غلطة بسح غلطة كيمة هذيك ما تغلطهاش بس كما تغلطش غير في حق نفسك تغلط في حق الناس خفوها ربي في ذيك البلاد خفوها ربي سواء كنت دركي سواء كنت شرطي سواء كنت أبل هذك الطفل سواء كنت شعبي سواء كنت كل مسؤولين على هذيك الكارثة ويشهد ربي كل مسؤولين على هذيك الكارثة الحوادث في الزنقة مش تسبت الطريق بركة الطريق فازة صح اللي يخدمها الله ليتر بحو الله لي وفقه قتل رواح الناس بصح المسؤول كذك اللي قاعد يسوق والمسؤول القاراج اللي دير الصيانة الطموبيل ويعرفها بلي فازة وسنيل بلي خرج والمسؤوليات عذاك اللي قاعد قدام الشيفر شيفر قاعد يسوق هو قاعد يلهي فيه وتع الشيفر نفسه اللي يمدير له فيتاس مية وستين كيلومتر وهو سكران وهو مزطول وهو شرب حكاشيات وهو أصلاً عارف الطموبيل ما تمشيش مليح وعارف بلي طريق فازة يعيش داخل فيه عائلة كاملة زيد أكبر مشكل وعارف بلي طريق فازة لا يخافوا الله لا يستحوا لا يحشموا وعظمهم يسكروا وعظمهم ماشيون بالقرعة كاميو يعني أبسط الأمور أي حدث كارثة اخسرت الله اضرب طموبيل لا يبقى هوالو وسكرانو اضرب طموبيل اني مانع اني مانع اني مانع ما عنديش مشكلة مانع قتل عائلة مشرد عائلة مانع اني مانع انت تحتاج نورمال انا اسمعت الناس وانت اقسم بالله يقولك انت تبراك يبرك خليه يصدم في الآمان لا يبقى يشبه لا يبقى يشبه انت تقتل الناس انت تقفزه انت تبراكي لهك وانت ترجمه وانت تجد عائلة ولاد ومرأة ودخلين الحم انت تقتل الناس انت تحتاج هذي قفازة جاتكنتها قفازة هذي قفازة نورمال مول كيل كمين ما يمشيش كثر من تسعين كيلو في الساعة وعندو ضلال الطريق تاعو سبيسيال جادار ميا لزم يعسوهم لين نهارا دوك سحاب كمين لينم معظمهم والله يمشوا سكرينين المطاح موهمش لقا سكرين نحلو البرمي وميداش بالرشوة لقا متجاوز الحدود نحلو البرمي الله لا يردو دخلو الحبس يلاحب المهم تحافظ على أرواح الناس بانقول خويا هذا اللي بعت الفيديو من واتسوف المشكلة ماهوش فقط في واتسوف والله العظيم في كل قرنة في الجزائر في كل زنقة في كل طريق تشوف الكوارث موش غير في واتسوف فقط للأسف الشديد لو كان غير الثملة كان سكرنا الطريق وارتحنا لو كان شروا في شعبة اللي حرقناها لكن للأسف الشديد في كل بلاس في كل بلاس والمسؤولية ما يشتعى الدولة وما يشتعى هذا اللي يخدم الطريق برك وما يشتعى الدارة يبرك وما يشتعى الشرطة يبرك وما يشتعى السائق برك تشوف واحدة اللي يكون سادق معها لازم تشوفوا أولادكم هذو السبعتاش السبعتاش اللي عنده البرمي مع الباليش منين عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين كي يصوق هذا كفشرا كي يصوق يسكر ويصوق ولا يسطل ويصوق ولا يشرب الكشيات ويصوق مهبول ومشى على الموسيقى هو ماشي مئة وستين كيلومتر في الساعة مئة وستين كيلومتر في الساعة مدرش موسيقى الموسيقى هو مئة وستين كيلومتر مهم يمشوش مع بعضهم دير الموسيقى كتكون شمشي ثلاثين وربعين وخمسين معلش حتى لستين معلش نقولوا معلش تتجاوز عليها لان الطموبيلة ظهرت لك تقدر تسيطر عليها بشك تكون ماشي مئة وستين تتقدر تسيطر عليها والموسيقى تلهي تدك معها تروح حتى الراديو يدك معها إنسان كي يكون يهترك قدامك وسعى سعى يدك عقلك يروح عقل الإنسان محدود فهموها عقل الإنسان محدود مره ناش إله تشوف في كل الإتجاهات وراك عندك مسؤولية مسؤول على نفسك أنت أول إلا ما ركش همتك نفسك دير سين كيم ودخل في الحيط واحد ما على بل وبيك الله لا يردك الله لا يردك أسدين جينا نتفرج فيك أنا أول الله غير نتفرج وستفق لك دير سين كيم فيتاس على بعد خمسين كيلو وسطا في الحيط أنا أتفرج فيك نورما متحب بس هراك مسؤول على الناس اللي يركبين قدامك مهموكش هراك مسؤول على هذيك العائلة اللي رحها جاي متخفوش ربي متخفوش الله استغفر الله لأهل العظم الحول على قوة أكبر الله هذه مسؤوليتنا مسؤولية الشعب كامل مسؤولية بلد دولة بأكمليه والمسؤولية تتقسم على كل الناس من الجارج من التجارس هذا هو الانسان اللي عوده رجاع البرمية للناس بتحجيله حول جادرمي والبوليس اللي يسمح لناس هم غلطانين ويسمح لي بأيجيله من отношه مهموكش المسؤولية هذا هو السوق المسؤولية الناس اللي ركبين مع أصحابه والله اليه المسؤولية اللي يخدم الطريق المسؤولية الدولة اللي لا يستطيع قوانين حاسمه هو طويل جهاز و لجميع تقوم بخير قم عن طريق سرعة قم عن طريق فروج ينقص سرعة قم عن طريقة فيكار الهندس لتي يكون دائرة تقوم بإستراع الهندس و يحبس قم عن طريقة سارمة الرادار يجب ان يتعس والجدر يجب ان يتعس لانها مسؤوليتكم ان لا يتركت في هذه المشاكل لان، كنت ان تلبس هذه اللاطونية وتخرج في وسط الزنقى سيرتو في الغطورت اعرف بالله، لكن انت ان اتساول على ارواح الناس ان لا تستساهلوا او يشرك فهم، ويقول لك لا لا لا، لست كما تقصره له وانا انا موافقك انا موافقك بأخوتي بارك الله فيك على الفيديو اللي رسلتها اللي قاسم بالله ضرني قلبي ما قدرتش ما قدرتش ضرني قلبي تعب الصح بصحنا شفت اللي أدهو أمر من هذا الشي وشفتهم بعيني في الجزائر مش محتاج بوش لا إله الله محمد رسول الله يجزيكم بالخير و بارك الله فيكم السلام عليكم